السلام عليكم صباح الخير وأهلا بكم في قناتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم في هذا الفيديو حبيت نعملكم على هذا المشروب مشروب الزينك نعملكم عليه فيديو ونعطيكم المعلومات على هذا المشروب اللي هو عبارة عن مكمل غذائي حبيت نهضر لكم عليه ونعطيكم السعر انتاعه لأنه بزيب بزيب تحتاجه هذا المشروب لكن من الأحسن أنكم أي حاجة ولو تكون مكمل غذائي أنكم تستشيروا الطبيب تستشيروا الصيدلي أسكوا وتقدروا وتتناولوه والله لا لا وحتى لازم تذكروا ديما للطبيب والله الصيدلي الأدوية اللي راكم تتناولوا فيها ديما أو الأدوية اللي راكم تتناولوا فيها يعني لازم تذكروا له الحالة التيعكم جيدا باش يشخصكم جيدا ويقدر يصف لك أو ينصحك بهذا المشروب أو المكمل الغذائي والله لا لا مش معناتها تلقيه في الفيديو هاكي كما نضوك نحط لكم عليه فيديو تروحي تشريه مباشرة أنا ديما نعرفكم صحة على المكملات الغذائية اللي نعرف وتكون متوفرة عندي وتكون بعد ما جربتها راح نعملكم عليها فيديوهات لكن مش معناتها أنك تروحي تشريها مباشرة أنا نعرفكم عليهم فقط دايما نوضح في فيديوهات وممكن فيديوهات ما وضحتش هاكذا في بعض الفيديوهات ننسى ننسى أنه نوضح لكم هاكذا لكن هذه هي ديما أنا نقولكم من الأحسن من الأحسن أنكم تستشيروا الطبيب كي تروحي لي تقدري تذكري له هذا المكمل الغذائي أسكن نقدر نتناوله والله لا لا يساعدني والله ما يساعدنيش مع الدواء اللي راني نتناول فيه ديما مثلا إذا كنت عندك دواء تتناول فيه ممكن ما يتناسبش مع هذا الدواء أو عفوا مع هذا المكمل الغذائي يعني لازم لصحتك يعني لازم تستشيري الطبيب جيدا أو الصيدلي جيدا وتوضحي للصيدلي جيدا حتى يقدر ينصحك بهذا المكمل الغذائي والله لا لا يعني مش هو خطير والله أنا عموما على كل المكملات الغذائية هذه هي النصيحة اللي ديما نقولكم عليها أو أي دواء ممكن يكون دواء ولو بسيط لكن من الأحسن أنك تستشيري استشيري تم خاصرة فيها ولو استشيري الطبيب لتاعك أو استشيري الصيدلي لتاعك مش معناتها تلقاي الفيديو هكا تروحي تشري هذا المكمل الغذائي والله هذا الدواء لأنه حتى ولو يكون مكمل غذائي يقدر يضرك أو يضر الصحة تاعك لأنه ما يساعدكش في الحالة التاعكتي بيساعدكش المهم رأني طولت في هذا الهدرة لأنه بزاف من التعاليق يعني تخليك يعني تزيد يتوضحي كثيرا المهم عاكم فاهميني وش المقصد تاعي لأني طولت شوي في الحاضرة هذا المكمل الغذائي اللي هو عبارة عن مشروب الزنك يعمل على تقوية جهاز المناعة هذا الفوائد انتعوا نذكر لكم السعر كذلك يعمل على تقوية جهاز المناعة كذلك يعمل على الوقاية من الإصابة بالإسهال كذلك يعمل على زيادة الزنك في الجسم اللي يعنيه من نقص الزنك يعمل على زيادة الزنك في الجسم وكذلك مفيد جدا للرجال يزيد فرص الإنجاب عند الرجال لأنه يزيد هرمون التوتاستيرون على هذه لا تقدرش تتناولوها النساء مش معناتها لا تقدرش تتناولوها المرأة نهائيا لكن هناك هرمون هذا المكمل الغذائي يزيد واحد الهرمون هو هرمون رجالي هو هرمون التوتاستيرون يقدر إذا زادت النسبة في جسم المرأة هنا رح يدير لك مشكل خاصة إذا أردت الإنجاب يعني هنا يقدر يتناولو الرجل يعني زيد هرمون التوتاستيرون للرجال يعمل على مكافحة الشيخوخة هذا المكمل الغذائي يعمل كذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويساعد على التئام الجروح وكذلك الفايدة تتعه كما تشوفوا في الصورة هنا تشوفوا الشعر يعني بنته عندها شعر التحركة تقولوا يعني وشنه الفايدة ته هذ الصورة هنا ذوكا رح نوري لكم الفايدة ته هذ المكمل الغذائي يقوي المناعة ويحافظ على البشرة على بشرة الوجه وكذلك الشعر والأظافر هنا مش يمنين تشوفي هذا المكمل الغذائي انه يحافظ على البشرة ويعمل على تقوية الشعر او يحسن الشعر كذلك او يحسن الأظافر تروحي مباشرة تنتشريه قلت لك لأنه يزيد هرمون توتاستيرون ممكن رح يسبب لك مشاكل في الدورة الشهرية تاعك ممكن رح يسبب لك خاصة اللي تبحث على الإنجاب ممكن ما يساعدكش في الجسم تاعك ويخرجوا ممكنك يتعمل التحاليل رح يكون هرمون عندك توتاستيرون طالع وهذا يسبب لك مشكل في الإنجاب يعني حذاري 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 وحدة تشوف الصورة تقول هذا وتعنسى انه روح نشريه يعني هذا بشرط إلا إذا عملتي تحاليل وشاف يعني الطبيب انتاعك باللي يقدر يوصف لك هذا المكمل الغذائي باش تقدري تتناولي لأنه إذا كان عندك هرمون توتاستيرون طالع هذا رح يزيد يطلع أكثر ورح يسبب لك مشكلة في الإنجاب هذا هما النصائح ننصحكم ونعاود ننصحكم أنكم أبعلك تشريوه بدون وصفة طبية أو بدون نصيحة الطبيب هنا رح نقولكم السعر انتاعه السعر انتاعه خمسة وستين الف نزيد نتأكد هو خمسة وستين الف هنا الأشخاص اللي قدروا تناولوه أسكو الكبار أو الصغار يعني الحساب العمر هنا رح ينصحك بها الطبيب أنا مش رح ننصحك بها كذلك الحامل والمرضعة كذلك الطبيب اللي رح ينصحك بها أسكو تقدري تتناوليه والله لا لا هذا هو الفيديو تاع اليوم إن شاء الله سنتكون فتكم بهذه المعلومات بالنسبة لهذا المكمل الغذائي هو هنا بنكهة الفراولة بنكهة الفراس هذه هم المعلومات كامل المهم طريقة تناول رح ينصحك بها كذلك الطبيب يعني هنا يقدر تتناوليه بعد الفطور يعني هنا الطبيب حطه بعد الفطور لكن بالصح كل وحدة وكيفة أو كل ممكن عند الرجل يختلف تناوله عند المرأة هاني نوضح حالكم ونعاود ونوضح خاصة النساء خاصة النساء ما تتناوليش هذا المكمل الغذائي نهائيا إلا بوصفة طبية ما تشوفيش للصورة تاعه هذا المكمل الغذائي وتروحي تشريه تقولي هذا للأظافر والبشرة والشعر والمناعة لا 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 يعني استشري الطبيب تاعك أو الجينيكولوغ تاعك باش تقدر تتناولي هذا المكمل الغذائي ودائما أكرر وأعيد في الفيديوهات أنا نوضح لكم أو نورذي لكم فقط المكملات الغذائية لكن دائما الاستشارة الصحيحة تعود إلى الطبيب التاعك أو الصيدلي أنا فقط نعرفكم بالمكملات الغذائية فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو قادم